سلام الله عليكم ازايكم يا شباب عاملينيه معكم عبداللطيف سعيد واهلا بكم فيديو جديد فيديو النهاردة ان شاء الله هيكون عن شرح برنامج البرنامج ده اسمه توباز البرنامج ده وظفته ان هو بيحسن الصور عن طريق الزكاة الاصناعي وبيحسن الفيديوهات عن طريق الزكاة الاصناعي افتراضا انت عندك صورة بالجودة ضعيفة حابب ان انت ترفع الجودة بتاعتها باستخدام الزكاة الاصناعي هذا البرنامج بيقدي النوع ده من الوظائف ان هو بيحسن الصور باستخدام الزكاة الاصناعية للصورات الجودة ضعيفة بيحسنها عن طريق الزكاة الاصناعية نفس الشيء انطبق على الفيديوهات لو الفيديو بتاعك بجودة ضعيفة بيقدر يرفع لك جودة الفيديو وبيخلهلك بجودة احسن وافضل طبعا البرنامج ده مش مجاني تمام البرنامج ده مدفوع والبرنامج ده مش اعلان وانا في العادة ونادرا لما بشرح برنامج مدفوع عندي على القناة ولكن نظرا لأهمية البرنامج ده انا حبيت ان انا اشرحه عندي على القناة لان في ناس كتيرة جدا بتحتاج حتى لو برامج مدفوعة تقدر ان هي ترفع جودة الصور تمام لو صورة ضعيفة تقدر تحسن الجودة بتاعتها ونفس الشيء برضو ينطبق على الفيديوهات لو فيديو جودة ضعيفة يقدر انهم يحسنوا جودة الفيديو حتى لو برنامج مدفوع يقدر انه هم من خلاله يرفعوا جودة صور لذلك انا بقول ان الفيديو ده مش اعلاني والبرنامج ده مدفوع من البداية في طرق تانية بقى تقدر انه تتحمله به ده انا مليش ده عبيت فانت بقى مع نفسك وبدماغك نروح بها دلوقتي للشرح اول حاجة ده موقع البرنامج اللي هسيبه لك عندك في رابط الموضوع اللي موجود تحت في الوصف هتلاقي عندك هنا دي الصفحة الرأسية هنا بيقول لك ان ان انت عندك برنامجين اول حاجة اللي هو 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 عبارة عن برنامج منفصل تماما تمام بتقدر من خلال انت تحسن الصور عن طريق او يعني تحسن فيديوهات عن طريق زكاية يوصل معك لحد يعني الفيديو بتاعك بجودة ضعيفة تقدر ترفع جودة الفيديو لحد وده انا شايف انها صراحة جميلة طبعا سعر البرنامج لاتمائة دولار بس تقدر تجربه بشكل مجاني عندك على وتقدر تحمله زي ما قلت بطريقة اخرى بقى انت ودماغك بقى او عندك الصور نفس الفكرة برضو زي ما انت شايف الصور هنا نفس الفكرة بتقدر تحسن جودة الصور عم ترى ازا كالي صناعي افتراضا ده جودة الفيديو زي ما انت شايف او الصورة فطبعا بتقدر ترفع الصور فانا في الفيديو ده هشرح فقط الفيديو حاليا والفيديو اخر ان شاء الله هشرح الصور طبعا انا اللي ههمني دلوقتي الفيديو فبالتالي انا عندي البرنامج على جهازي مستبه او يعني مستخدمه مستبه فاولا ما اجابتح عندي البرنامج هيظهر عندك بالشكل ده دلوقتي زي ما انت شايف تمام هنا بيقول لك ان انت محتاج ان انت انت تحط او اللي هو الايه الفيديو بتاعك تمام انت تحط الفيديو بتاعك تمام هنا عندي ممكن اخش عندي على البروز واختار الفيديو بتاعي افتراضا الفيديو ده تعال نشوف شكله عامل ازاي سلام الله عليكم ازايكم يا شباب ده شكل الفيديو بتاعي بص شايف شايف جودة بتاعت الفيديو عاملة ازاي ضعيفة جدا صح يعني شايف الجودة بتاعتها عاملة ازاي? ضعيفة. افتراضا اشوف دلوقتي عندي حجم الفيديو اه اتنين ميجا وعربعين كيلو بايل او كيلو بيت. وعندي الجودة امكي في وعندي اه اللي هو طبعا كل التفاصيل دي مهمة اللي انا بقولها. تقريبا كام اه مش اي الهنا. مش اي الروزولوشن. ماشي. عموما انت هتقدر تعرف الروزولوشن لما تحط الفيديو على البرنامج. الروزولوشن اللي انا بيقول لك ان هو الاربعمائة وتمانين في تمنمية اربعة وخمسين. يعني الجودة نفسها ربعمائة وتمانين. جودة ضعيفة جدا. فطبعا كل ما كانت الجودة ضعيفة كل ما هو بيبقى صعب ان يحسن الفيديو. دي نقطة مهمة. يعني فيه فيديو بيكون جودة حلوة بس تقدر اني تتخليه افضل. تمام? بس فيديو بجودة ضعيفة فبيبقى صعب شوية اني احسنه. ولكن هيدله تحسن ملحوظ. وده اللي هنشوف دلوقتي. زي ما انت شايف ان دي وجهة البرنامج. كل ده ما يهمكش في اي شيء. بص شايف ده وده وده وده. كل دي حاجات ملاش اي تلاتين لازم مش هتفيدك في اي حاجة. انت كل اللي هتحتاجه هنا عندك القيمة الجانبية دي. تمام? عندك هنا اول حاجة اسمها ودي برضو اللي هو يعني بيقول لك المشروع اللي انت حابب تشتغل عليه. عندك هنا دي مشاريع سريعة. تمام? او المشاريع اللي انت حابب يعني ان انت تتخدمها بشكل سريع. زي ما انت شايف. عندك هنا بيقول لك ان انت تقدر ترفعه اربع مرات سلو موشن. يعني انت تخلي جودة الفيديو اكبر تمام? او حجم الفيديو اللي هو الجودة بتاعت الفيديو اكبر اربع مرات. ولكن سلو موشن اللي هو الحركة البطيئة. وعندك هنا ايد تايم سوبر سلو موشن. اللي انت مثلا تقدر ترفعه تمن مرات افضل ولكن سوبر سلو موشن. فدي حاجات يفضل ان انت ما تجيش جنبها نخش على الفيديو على طول. يعني هنا بص في الفيديو يعني دي سيبها فكك منها. مش هتفيدك قوي. نخش في الفيديو اللي هو القسم اللي ورا على طول. هنا طبعا بيقول لك اللي هو الان. الان ده اللي هو الانبوت. اللي هو بمعنى ادقي ايه? الفيديو الاصلي بتاعك اللي هو الجودة بتاعت ربعمائة وتمانين فيه تمنمية اربعة وستين على تلاتين فريم. هنا طبعا بيقول لك اللي هو الاوتبوت. الاوتبوت ده انت حابب الفيديو بتاعك يخرج بايه? او انت حابب ان انت تخلي الفيديو بتاعك يكبر قد ايه? دي نقطة مهمة. حابب ان انت تخليه مرتين اكبر ولا اربع مرات اكبر في الحجم. يعني مسلا اللي هو الحجم. هل انت مسلا عندك حابب تخلي الجودة ربعمائة وتمانين? ولا تخليها مسلا تسعمائة وحاجة? ولا تخليها مسلا الف اه اللي هو الف تسعمائة وتمانين في الف وتمانين والكلام ده. فهمني اللي هو مسلا زي ده عندك. يعني بيقول لك حابب ان انت ترفعه مرتين كجودة احسن ولا اربع مرات. فطبعا انت بتختار اللي عجبك. هنا حتى عندك بيديك مقاسات لحد ايت كي. وفي هنا عندك تقدر تحط الرقم اللي انت عايزه. فانا افتراض ان السيدي هقول له ان اعايز ارفع اربع مرات. اربع مرات زي ما انت شايف. يقول لي ان انت حابب تخليه نفس الفريم ريت ولا ترفع الفريم ريت. قادر ان انا ارفع حجم الفريم ريت حتى عندنا الفيديو بتاعي. يعني عبارة عن تلاتين فريم اقدر ان انا اخليه ستين فريم عن طريق حاجة اسمها اه انتر فريم. انا اتكلمت عنا قبل كده في فيديو فات عن صناعة الافلام. دي حاجة اسمها انتر فريم بيعمل فريم متداخل. فانت بتقدر تختار هل انت حابب تخليه تلاتين اللي هو الاصلي ولا حابب تخليه ستين ده شيء يرجع لك برضو. فانا افتراض انا اخليه نفس الاصلي. طبعا زي ما تشاف الجودة بتاعة هتبقى الف وتعمية وعشرين في تلات تلاف رمعمية وستاشر. فحجم كبير قوي الصراحة. اه ممكن اخليه يعني ده احسن شوية. رغم ان انا شايف ان ده برض صغير نخليه اربع مرات عشان نشوف الجودة تطلع ملازاي. عندك هنا يا سيدي الفلترز هنا مجموعة من الفلاتر. تقدر ان انت بقى تضيف فلاتر على الفيديو لو انت حابب. يعني ده مش شيء مش اجباري. لو انت حابب انه تضيف على الفلاتر. انت الفيديو بتاعك فيه نوع من الواع الاهتزاز. الفيديو بتاعك مهزوز. تقدر تخليه بنفس الاعدادات الفيديو الاصلي ولكن تمنع الاستزاز عن طريق زكاة لصناعي. عندك هنا مسلا فيه خيارات يقول لك اللي هو عن مسلا ان انت حابب ان هو يمنع الاستزاز. بالاطار الكامل للفيديو. ولا يعمل حاجة اسمها ان هو مسلا يقصلك الفيديو بتاعك بما يتناسب مع حجم الفيديو واجودته بجانب انه هو يمنع الاستزاز بناء على فانت تقدر تختار من ده. حلو قوي. انت تقدر طبعا هنا حتى تختار اللي هو الايه القوة بتاعته. هل انت حابب انه يكون كبير? يعني اللي هو زيادة او لا. فانت تقدر هنا تعمل او نقدر حتى ان احنا نجيب نموذج فيديو افتراضا هجيب نموذج دلات من على الانترنت. نجيب مسلا فيديو اخر غير بتاعي ده عشان اقول لك اللي هو مسلا افتراضا اللي هو الشيء ده ماشي ازاي. خلينا مسلا نعمل هنا ونختار مسلا الفيديو ده. تمام? الفيديو ده افتراضا في حركة زي ما تشايف بص. في حركة في الكاميرا. طيب اقدر ان انا اجي هنا عندي افتراضا على اللي هو منع الاهتزاز. واقول له سيدي خليه خمسين في المية. واعمل هو هبتدي ان هو يعالج الفيديو وهتنتظر طبعا لحد ما يخلص. عشان يقدر ان هو يمنع لك الاهتزاز من الفيديو. وطبعا هو هنا يعني معالجة الفيديو بترجع بناء على قوة المعالج الخاص بجهازك. لو انت المعالج بتاعك ضعيف شوية هيبقى بطيء. لو انت المعالج بتاعك سريعة فهيبقى سريعة او المعالج بتاع القوة يبقى سريعة. وحجم الفيديو برضو اذا كان الفيديو او ده بيبقى لي عوامل كتير. فعمملا زي ما تشاف ان انا خليته عندي خمسين في المية وهو خلص دلوقتي. تعالا نشوف الفيديو هيبقى عامل ازاي. ننتظر لحد ما يخلص. تمام. انا للاسف اضطريت اسفا ان انا احمل الفيديو بس بجودة اقل عشان يسرع العملية الخاصة بالمعالجة. لان انا كنت الاول ما احمل الفيديو دلوقتي الفيديو ده انا حملته سبعمائة وعشرين حرفيا. بسبب ان هو ما يتأخرش او في المعالجة لان الفيديو هو طول جدا. فانا دلوقتي يا سيدي هروح عندي على الشو. تمام? وقتشوف عندي الفيديو بص. تمام? هتحس ان في معالجة بسيطة للاهتزاز. يعني انه وتجيت عينت افتراضا الفيديو الاصلي. يعني مسلا هنشوف هنا مثلا نحط ده جنب ده. ونشوف مسلا افتراضا ناخد لا مش ده خالص او ممكن ده. اللي هو من المواقع الرسمي بص. في اهتزاز كبير هنا بص. هنا قلل لك الاهتزاز شوية. فزي ما اتشايف ان هو قال الاهتزاز وكون ان انا حاطت كمان خمسين في المية بس هو عمل ما يسمى بالكروب فريم. تمام? زي ما انتشايف. فبالتالي اللي ايه? هو قلل لك الاهتزاز بس للأسف ان هو اه عمل لك ما يسمى بالكروب تمام? في الفيديو. دلوقتي فهمنا النقطة دي. نروح بقى دلوقتي للحاجة اللي وراها. يعني انا دلوقتي حابيت اشرح لك منع الاهتزاز نفسه. دلوقتي بقى نروح عندنا على الفيديو الاصل لان انا حبيب ان انا اشرح عنه. وهو الفيديو بتاعي. قلت ان انا حبيب ان انا اعمله عندي افتراضا اربع مرات اعلى. هنا طبعا بيديك ميزة او الخيار ده. اللي هو بيديك ميزة ان انت تقدر تحط مثلا افتراضا يعني زي ما تقول بيزود الحدة بتاعت الفيديو. وفي بعض الاحيان بيبوض الفيديو. يعني اللي هو بيوضح لك الفيديو بيدي لك يعني بيزود لك الحدة بتاعت الفيديو. فلما بيزود الحدة بتاعت الفيديو الصراحة احيان الفيديو بيدرب. الفيديو بيبقى وحش. تمام? ليه? لان انت بتشوف ان الفيديو ده بالفعل لا ده فيه مبالغ فيه قوي من ناحية ان هو ان بيحسن لك الفيديو خاصبا عنه. ففي افتراضا انا هشيله مش هضيفه بس انت تتجربه بنفسك نيجي بقى سيدي دلوقتي للخيار اللي بعده او الفيكت اللي بعده هو اسمه صعب شوية معلش بصوا سيدي بيختصر شديد الفلتر ده انا طبعا مش هشرحه قدامكم لان المعالجة بتاعته هتطول جدا جدا زيادة عن اللي زومه بوقت مبالغ فيه فانا مش هحطه عندي في الفيديو ولكن هشرح لك بشكل سريع ده عبر عن ايه افتراضا دلوقتي انت عندك فيديو الفيديو بتاعك ده تلاتين فريم لو انت حبيت تعمل سلو موشن على تلاتين فريم الفيديو هي يعني لو انت جيت بطقته هيبقى مقطع الفيديو هيبقى مقطع ومش هيبقى سلو موشن ناعم زي ما ناس كتير جدا بتبقى عاملة فبالتالي النوع ده من الفيلتر اللي هو الفريم اللي هو الانستابوليشن بيختصر شديد بيعمل زي ما تقول فريمات مضافة في النص مزيج ما بين الفريم الاول والتاني عشان يديك نعومة بعدد الفريمات اللي انت عايزها يعني افتراضا هنا عندك افتراضا اللي افتراضا خلينا في المين ده لو انا جيت مثلا صورت الصورة بين واحد واثنين تمام الكلب ده مثلا والكلب ده هنا في عندي الصورة مثلا ما بين الحركة واحد والحركة اتنين البرنامج بيتوقع او يعني الحركة واحد والحركة ثلاثة البرنامج بيتوقع الحركة اللي في النص بالتالي بيعمل مزيج ما بين الاول والتاني عشان يعني الاولى والتانى عشان يعمل لك في النص. يبقى هو ده زيادة. فاهم قصدي? هو ده فكرة اللي هو الايه? اللي هو الفريم. اسمه غريب شو. معلش تسمو تقيل كمان. فانت تقدر ديك جربها لو انت حبيب تعمل سلو موشن. طبعا هنا عندك بيديك سلو موشن اللي هو طبعا زي ما تشايف من اثنين لحد ستاشر. فانا مش هقدر اجربها لك ان ده هيطول جدا فانت جربها مع نفسك. هنا طبعا دي بقى ما لهاش لازمة لان دي اصلا مقفولة. يعني لسه ميزة تقريبا لم تضاف. فاهمني? فانا مش هتكلم عليها يعني. لان ان شاء الله لو اضافت هتكلم عنها. عندك بقى الفلتر البعادي وهو. باختصار شديد يعني ترجمتها تقريبا الحبوب. مش والنما الحبوب يعني البقليات حاجة. حاجة شمع كده يعني. فاهمني? لو الايه الحبابات بوسة باختصار شديد لو انت حابب ان انت تعمل زي نويز للفيديو بتاعك. بس ده وظيفته. انتهى الموضوع. مش عشرة هكتر من كده. ده لو انت حابب انت تضيف نويز على الفيديو بتاعك. لو قال لي ايه? انه قضي. عارف انت لانها موضوع دلوقتي. فعموما ده شرحت كل الفلترات دلوقتي تعالى بقى اندلوقتي ان نروح لان انا اعمل للفيديو بتاعي. عشان اشوف بعد ما يخلص هيكون الجودة بتاعته عاملة ازاي? طبعا هنا عندك ان انت تقدر تقطع في التايملاين. تمام? ان انت ما ستقدر تقطع. دي في ميزة وميزة اخرى لها الكروب. ما فيش اي حاجة تانية تقريبا دلوقتي ندس هنا عندي على وانتظر عندي لحد ان ما يخلص. تمام بعد مدة خلصنا من الاخراج. تمام او هو خلص يعني دلوقتي تعالى نروح لاندي على الشو. على اساس ان انا اشوف عندي الفيديو بعد ما خرج. اه ده يا سيدي الفيديو الاصلي وده الفيديو بعد ما خلص او بعد ما خرج. تمام? زي ما انت شايف انا حتى حاول ان انا قسمها الشاشتين. على اساس برضو ان احنا ايه نقارن ونشوف هل بالفعل صلح بشكل يعني ممكن يكون مقبول شوية ولا مازال مش قد كده. ده الفيديو الاصلي وده الفيديو بعد التحسين. تعالى نشوف. تمام? طبعا يعني خلينا اقول لك ان هو في فرق. يعني زي ما تشايف الفيديو يعلمين ده الفيديو الاصلي. والفيديو العشمال ده الفيديو بعد التحسين. في فرق. ولكن مش الحاجة الواو برضو. مش الحاجة اللي هي زي ما تقول ايه خرافية. مش الحاجة اللي هي اقول لك ان هو لا حسن بشكل مية في المية وفيه تحسين ملحوظ زي ما تشايف فيه تحسين ملحوظ ولكن للأسف مش زي ما انا كنت متخيلة لحتى الكلام حسنه فنبينه بين التفاصيل اللي هي الفريمات السابتة ولكن زي ما تشايف انه برضو هنا من ناحية اليمين الجودة سيئة جدا من ناحية اليسار فيه تحسن ملحوظ مش في كل الفريمات ولكن مازال فيه تحسن الصراحة انا شايف انه هو قدى المطلوب منه وطبعا انا قلتلك انه هو لايه كلما كان الفيديو جودته ضعيفة زي ما انت شايف اللي هو الفيديو العلي من ده كلما يكون ان انت تحسن الفيديو صعب شوية ولكن يعني لما يكون الفيديو جودته مقبولة انت هتقدر تاخد منه جودة احسن وافضل بكتير يعني الفيديو ده جودته ضعيفة جدا فهو الداني اللي انا اقدر تاخده منه ولكن لو الفيديو بتاعك جودته احسن شوية وهو مقبولة فبلتلا تاخد جودة افضل بكتير جدا. وده كان الشرح بتاع البرنامج. وآآ بس خلاص ده كان الفيديو. لو عجبك الفيديو بقى متساعدة ان انت تعمل لايك. اشتراك فوق وان شاء الله استنوني في الجزء التاني من الفيديو ده متعلق بتحسين الصور عن طريق زكاة لسماعي. يلا شكوا عن اخير بيزنان الفيديو جاي. ومع السلامة.